سهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي في فيديو النهاردة هعمل بورجر الدجاج واستخدم معا الخضار كده هنزود القيمة الغذائية بتاعته باستخدام الخضار اللي معانا فهيبقى معايا في المقادير ده كيلو سدور دجاج فيلي متقطع مكعبات كده صغيرة عشان هفرومها في الفوت بروسيسور مع الخضار اللي معانا ومعايا في الخضار اتنين كوسة متوسطة واتنين جزر متوسط وبصالية متوسطة متقطعة اربعة اربع ودول معلقتين كبار نشا ومعايا في التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وطن بودرة وبصل بودرة كل حاجة معلقة صغيرة استخدم لبشر الخضار معايا الاستوانة اللي بتيجي مع الفوت بروسيسور اللي فيها مكان لبشر الخضار بتخلص بقى من السكينة المعدنية اللي موجودة دي وبركب الاستوانة عشان هبشر الخضار بالشكل ده وهبشر بقى كل الخضار اللي معايا الكوسة والجزر والبصل علشان ما استخدمش حاجة خارجية ومبشرة خارجية وارجع افروم تاني للفراخ في الفوت بروسيسور فكده استخدمتها مرة واحدة في كل الخطوات بتاعت بشر الخضار وفارم الفراخ ولما بخلص بشر الخضار بالشكل ده بشيل بقى تاني الاستوانة دي وبركب السكينة المعدنية تاني اللي فارم الفراخ لاني فارم الفراخ طبعا هتحتاج السكينة اللي هي المعدنية دي وقبل ما بفرم بقى الفراخ معايا بفضيها كده في حاجة مفروضة كده صانية او حاجة وارش عليها النشا والتوابل اللي معايا علشان اضمن انها توزعت التوابل على قطع الفراخ كويس لاني لو فرمتها وبعدين حطيت عليها التوابل ما بتختلتش كويس فيها فبرش عليها التوابل بالشكل ده وبرش برضو معلقتين النشا دول طبعا النشا فايدتهم هيمتصوا اي ماية زيادة من الفراخ او من الخضار اللي بشرناه وقلب كويس قطع الفراخ كده لغاية ما كل قطعة تتغلف بالنشا وبالتوابل كده بضمن ان كل التوابل هتتوزع في الفراخ كويس اثناء الفارم وببدأ سقط قطع الفراخ بتاعت الكمية كلها بعد ما تفرمت بقيتها سقط قطعة قطعة من الفتحة اللي فوق وهي شغالة الفوت بروسيسور عشان اضمن انها تتفرم كويس وده كده شكل الخليط بتاعي بتاع الفراخ والخضار بعد ما تفرموا في الفوت بروسيسور بالقوام ده ولو لعناهم القوام طاري شوية انا زودت معلقتين كبار بقسمات عشان تمتص برضو اي ماية زايدة في الخضروات معايا لان الخضارة ما بتبشر بنزل طبعا سوائل وبغطيها بقى بالبلاستيك الغذائي واشيلها في طبقة في التلاجة ترتاح شوية مكان الفرم بعد ما ريحت بقى خليط البورجر معايا لمدة ساعة في التلاجة علشان الخليط كده عرف اشكله ويبقى سهل التشكيل هبدأ بقى اجيب بقى كيس بلاستيك معايا فتحته كده من الوسط لغاية ما بقى قطعة بلاستيك مفرودة قدامي وبقى واجيب طبقة في شوية مياه وبقى بيلي ايدي كده من الناحيتين واخد جزء بقى من خليط البورجر الفراخ بالخضار ده قوامها وده شكل الخضار فيها جميل يا جدا من جوة وقوام الفراخ بيبقى طاري كده عن قوام اللحمة ما نقلقش خالص بنضيف بقى قطعة كده من البورجر في وسط البلاستيك اللي معانا ده وبندم عليها كده وبندغط علشان تتفرد معانا وتدينا شكل البورجر وبعد كده بيستعانة برضه بالمياه كده ببيلي ايدي وازبط بقى شكلها من الجوانب ومن فوق علشان المياه بتساعدنا ان احنا نزبط الشكل بتاعها كده بالشكل ده وده سمكها نعملها طبعا بالحجم اللي احنا عايزينه بقى وبجيب صانية برضه عليها كيز بلاستيك مفروض بالشكل ده وبرص عليها البورجر بتاعتي ولو عايز اشيلها في الفريزر بقى شيلها تتجمد على الوضع ده وبعد كده ألمها في اكياس تلاجة او بسيبها برضه ترتاح ساعة في الفريزر قبل التحمير بقى والشاوي وبكمل الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة بتاعتي معايا عن نار الجريل مسخناها كويس جدا جدا وبعد كده دفتلها معلقة زيت نباتي وده شكل البورجر بعد ما شكلته سيبت عصانية كده في التلاجة لمدة ساعة علشان تتماسك كده قبل الشاوي هابدأ بقى شويها دلوقتي هرصها في الجريل بتاعي بالشكل ده وطبعا لو عايزين نفرزها بنسيبها تتجمد كويس جدا في الفريزر على نفس الشكل ده واما كل قرص بورجر يتجمد بقى لم الكمية اللي عندي فأكياس تلاجة واربطها كويس وبعد كده أسيبها في الفريزر تتفرز وده شكل البورجر كده اللون الأبيض اللي في الويست ده كده يعتبر جزء منه استوى فبقلبه على الاتجاه التاني آآ بالشكل ده وبقلبه بقى مرتين تاني ولا حاجة أثناء السوى علشان نتأكد انها استوى كويس جدا من جوة بالشكل ده معايا وده شكلها أخدت التضليعة كده وشكل جميل البورجر بتاعتي بعد ما استوى اخدت شكل جميل قوي من الشواية ودي اللي في الأول دي شكلها بقى مربعات كده بعد ما اخدت التضليعة بتاعت الشواية عكستها كده شوية فديتنا شكل المربعات ده شكلها جميل قوي وطعمها جميل ورحتها والخضار اللي فيها بصوا شكله جميل ازاي زاودنا قيمتها الغذائية طبعا مع اضافة الخضار ده للولاد اللي ما بيأكلوش الخضار في وسط بورجر الفراخ كده وطبعا هتتقدم بقى في خبز البورجر اللي هو القايزر مع كاتشب مايونيز جبن خضار زي ما تحبو وانا فعلا بعمل خبز البورجر في الفرن بس لسه يعني ما استواش فقولت وريكم شكلها كده وانا كنت عاملها معاكم قبل كده بورجر اللحمة وفيديو برضو فيه خبز البورجر اللي هو القايزر هسيب لكم ان شاء الله الفيديوهين دول في الشاشات اللي بيزهروا في اخر الفيديو اللي ما شفهمش معايا ويحب يشوفهم يضغط عليهم ويشوفهم على طول علشان يحضر القايزر ويحضر كل حاجة مع البورجر وما نجيبش حاجة من برا ابدا ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله ما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير كتير عشان اعرف ان الفيديو عجبكم واللي ما اشتركش معايا في القناة نورني واشترك معانا فيها واستنوني في فيديو جديد من اسلوب حياتي مع السلامة